جلسة دسمة لمجلس النواب وعلى جدول أعمالها بنوت تتعلق بالقضايا المعيشية هي مشروع قانون يتعلق بمهنة التمريض في لبنان ومشروع قانون لطلب الموافقة على إبرام اتفاق تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة البرازيل الفدرالية مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان مشروع قانون الإجازة للحكومة للانضمام إلى اتفاقية امتيازات وحصنات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قانون طلب الموافقة على الانضمام إلى اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميها وما وراءهما مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام اتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا مشروع القانون المتعلق بالموافقة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية إنشاء البنك الأسيوي للاستثمار في البنى التحتية مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الصين والحكومة اللبنانية مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة ألمانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون الفني للعام 2016 مشروع قانون إنشاء نقابة إلزامية للنفسانيين في لبنان مشروع قانون إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابط الجمهورية اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين في لبنان اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من قانون حق الوصول إلى المعلومات اقتراح القانون الرامية إلى إعطاء معاشات وتعوضات إلى ضحايا فيروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي اقتراح القانون الراميين إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود اقتراح القانون الرامي إلى حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعارضين للخطر اقتراح قانون الشراء العام اقتراح قانون المهل اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء قانون اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية المقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 57 من قانون الجمارك اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 300 مليار ليرا في موازنة العام 2020 لدعم المدارس الخاصة المتعثرة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء طلاب المرحلة الثانوية وطلاب المراحل المهنية كافة من أي بدلات ورسوم مالية متوجبة عليهم للعام الدراسي 2020-2021 اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إضافة مادة جديدة إلى قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة وإلى كافة الرسوم الجمهورية لمدة محدودة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى منح دفع على غلاء المعيشة لضباط وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمهورية العسكرية اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالإيجارات السكنية اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى استفادة المتعاقدين في التعليم الرسمي من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرع المرض والأممة